يا كابتن هشام منوارنا ومشرفنا أهلا بيك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك طبعا في البداية حابب أتكلم مع حضرتك عن الجوانب التنظيمية الخاصة بالبطولة بشكل عام وعايز أشيد كل الإشادة بالتنظيم الأكثر من رائع كل مؤسسات الدولة في الحقيقة وكمان الانتحاد المصري لكرة اليد واللجنة المنظمة مجهود وافر وملحوظ بشكل كبير جدا لكل المصريين فعايز أبارك لحضرتك على هذا التنظيم الأكثر من رائع الله يبرك في حضرتك كل يوم بيعدي بيبقى بنسجل الجزء كبير من منظومة عمل رائعة كل الناس بسراحة بازلت مجهود كبير جدا بالنوحي التنظيمية الدولة بسراحة متأخرتش أنا على أي دعم الحمد لله هامد بالأيام بتجري بسرعة جدا يعني لكن الناس كلها في منتهى السعادة حتى لو كان في الأول فيه شوية ملاحظات طبيعية في الأمور التنظيمية بيتم تلافيها في وقتها والحمد لله أعتقد التقارير اللي جاية من البعثات كلها أكثر من رائع الحمد لله هو في الحقيقة كمان كان تحدي كبير قوي أن يتم استضافة البطولة في ظل هذه الظروف المعروفة الجميع واللي بيمر بيها العالم أجمع في الحقيقة وهي يعني مكافحة ومواجهة فيروس كورونا المتفشي وكان تحدي كبير بالنسبة لنا أن احنا نقدر ومسؤولية كمان متضعفة أن احنا نقدر تنظم هذه البطولة في ظل هذه الظروف الصعبة فينا هو ده التمييز مم بالضبط كل الناس أخذ الطريق الإلغاء أو ترحيل البطولات لكن أنت لما تتصدى لهذا الوباء وتقول أن ترسل رسالة للعالم كله لابد أن الحياة أن تستمر لكن تستمر مع احترازات طبية ومع إجراءات قوية وعنيفة لكن في سبيل أن الحياة تستمر خذنا التجربة دية الحمد لله وأعتقد لحد وقتنا هذا مكتوب لها النجاح ويا رب تتم على خير إن شاء الله علشان تبقى فتحة خير على كل دول العالم الأدوذة للبطولات زي ما مصر عملتها إن شاء الله بإذن الله وإحنا كلنا ثقة في نجاح البطولة حتى آخر مباراة فيها بإذن الله لكن أنا عايز أتكلم كمان على الصعيد الفني وده الأهم بالنسبة لنا النهاردة خصوصا في ظل المنافسة الصعبة جدا في المجموعة الحالية بالنسبة لمنتخبنا الوطني وكمان في ظل السعي لتأهل لدور الثمانية مباراة اليوم أمام سولفينيا مباراة غاية في الصعوبة فأنا عايز أطمم من خلال حضرتك وحرارك دايما أكيد بتبقى يعني مع المنتخب لحظة بلحظة آخر استعدادات المنتخب وماذا جهازية لعبينا للمواجهة الحاسمة اليوم أمام سولفينيا بصراحة الحمد لله الولاد عندهم استقرار نفسي كويس وعندهم حماس شديد علشان يقول نقتنس الفرصة المتاحة لهم على أرضهم أن يقدروا يكتبوا تاريخ جديد لكرة الياد يا رب نعدي من عنقك الزجاجة اليوم مباراة غاية في الأهمية مجموعة من أصحاب المجموعة اللي موجودة في كاس العالم طبعا أربع فرق من نفس المجموعة لها فرصة السعود للدور الثمانية مباراةين حاسمتين اليوم المباراة بتاعتنا والمباراة اللي بعدين علشان يحدد مين في آخر لحظة الفرق اللي هتصعد وترتب أي الولاد عندهم حماسة قوية ويتبقى بقى توقيع ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذنكم موفقين لكن أنا عايز أتطمن بالتحديد على نجمنا علي زينو اللي كان تعرض لإصابة في المباراة السابقة ما ده جهزية علي لمباراة اليوم وخصوصا هو أحد العناصر الهمة جدا جدا في منتخبنا على الوطن علي زينو الحمد لله تطمن عليه أكيد هي إصابة بسيطة لكن من شكل نعو من اللعبة خصوصا ما في إيده الشمال لكن هو جاهز وحيلعب بنفس الروح إن شاء الله إن شاء الله ويعني الحمد لله أن الفريق متكاد طيب تقييم حضرتك بما إن حضرتك طبعا رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد وكمان رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد تقييم حضرتك لأداء منتخبنا على مدار مباريات البطولة حتى الآن هل في حالة رضا عن أداء المنتخب ولا لأ من خلال نظرتك طبعا الفنية هو المباراة الأولى أنا شخصيا حتى يعني وتيهتلهم شوية اللوم رغم الفوز عايز أقول لحضرتك أن أنا رأي الشخص الفني هند بول يعني أفضل مباراة تعملت لغاية دلوقتي هي المباراة شوط الأولاني بتاع المباراة اللي اخترناها مع سويد كانت من ناحية الهند بول فنيا حاجة ولا أروع لكن الحمد لله تعدين موضوع الخسارة ده وقدين مباراةين قدام روسيا وبلد روسيا أكثر من الرائعين يا رب يثبتهم إن شاء الله ويقدوا نفس الأداء ده في مباراة النهاردة ويتكتب لنا الفوز إن شاء الله طيب التمنيات والطموحات وصلة لحد فين في البطولة بإذن الله عقب مباراة اليوم إن شاء الله يكون التوفيق حليف منتخبنا الوطني لكن طموحات حضرتك وتمنيات حضرتك ممكن تكون وصلة لحد فين بمنتخبنا الوطني في هذه البطولة أنا شخصيا بحب أمشي خطوة خطوة عدي الخطوة النهاردة وبعدين بشوف النقطة اللي بعديها وهكذا وبحبش أقول يعني أماني وتمنيات وبعدين يعني الواحد يتضم بقرطة الواقع لكن بنمشي خطوة خطوة ولحد دلوقتي الأمور ماشي يعني الحمد لله على نحكي كويس تمام طيب من خلال متابعة حضرتك للبطولة أكيد بشكل كامل من وجهة نظر حضرتك الفنية شايف مين أهم وأقوى وأبرز منتخب البطولة حتى لايه طيب فيه ثلاث منتخبات بصراحة على أعلى مستوى دلوقتي هم الإلهتين نظري دينمارك طبعا وفرنسا والنرويج الثلاث منتخبات دول مستوى عالي جدا تمام وأتوقع أن الدول سيكون موجودين في المربع الزهد إن شاء الله إن شاء الله طيب أخيرا قبل المباراة اليوم هل كان فيه أي جالسات عقدت مع اللاعبين لتحفزهم للشد من أزرهم قبل المباراة الحاسمة النهاردة أكيد أكيد ده كل يوم فيه جلسات وفيه محاضرات وفيه فيديوهات ولا موضوع كبير يعني طبعا التجهيز النفسي والتجهيز الفني ده بيبقى كذا خطوة الحمد لله الولاد معهم الولاد كمان مدير المنتخبات القومية كابتن علاء السيد وعين بدور كبير معهم إن شاء الله ربنا يوصل إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني يا كابتن هشام أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم في مصر لكرة اليد ومجهود كبير جدا طبعا بيفزلوه لإنجاح هذا المحفل العالمي في الحقيقة وهذه البطولة الهمة جدا ويهي كمان يهمنا أوي نجاح على مستوى الفني من خلال كمان منتخبنا الوطني إن هو يكمل مسيرته في هذه البطولة حد الوقت إحنا مشيين بشكل جيد إن شاء الله نكون موفقين في الاستمرار بشكل أفضل كمان ونوصل لمراحل متقدمة فبنشكر طبعا إيه الكابتن هشام نصر شكرا جزيلا عزيزي المدخلة الهمة